إيه معنى الغنى وإيه معنى الفقر؟ الغنى عشان نفهم المعيار الغنى شعور شعور ينتبه الإنسان فيشعر بيه من خلاله أن ما في يده أو ما يملكه كثير فلا يحتاج معه لغيره إيه معنى الغنى؟ إنه واحد معاه أشياء فمن كسرتها معاه في إيده يعني يرى أنها توفي حاجاته مش محتاج حاجة نيه فخلص مستغني يشعر بالغنى مش عايز حاجة من حد تبوي الفقر الفقر شعور ينتبه العبد برضو لشعوره أن ما في يده قليل هو يرى أن الذي في يده قليل وإنه محتاج إلى غيره وأن هذا الذي في يده لا يكفي لا يكفي حاجياته فينتبه لأجل هذا الشعور فقر فيشعر أنه هو فقير حتى لو كان معه ما للدنيا كلها فيرى نفسه إيه فقيرا عشان كده المعيار الحقيقي بقى إيه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر قال له إن الغنى غنى القلب وإن الفقر فقر القلب إن الغنى غنى القلب وإن الفقر فقر القلب وقال صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس يعني أي معنى العراض اللي هو المتاع يعني يعني إحنا في الدنيا بنحسب الغني بإيه بما معهم يقول فلان غني يقول لك ماشي عنده قدي في البنك عنده كم شقة عنده كم عربية عنده إيه بالضبط من متاع الدنيا ده اسمه العراض حينئذ يقول الناس عنه أنه غني وده أغنى واحد على العالم ده اللي بعده ده عنده كم مليار أغنى واحد في العالم مش عارف فلان الفلاني هذا الغنى مقياسه عند الناس إيه ما في أيديهم من متاع الدنيا أو من عرض الدنيا أما ما في القلب فلا أحد ينظر إليه مع أن هذا المعيار الذي هو معيار الناس اليوم ليس معيار حقيقي لأن فعلا فعلا الغنى شعور قلبي ربما ترى عبد معه الدنيا كلها بحثافيرها وترىه فقيرا فعلا يرى نفسه محتاجا يحزن جدا لما يفوت بعض المال ولا يرى نفسه غنيا وآخر مش معا من متاع الدنيا شيء ويرى نفسه غنيا شكرا للمشاهدة